من ريف درعة مع المحامي علي الصلخضي رئيس مجلس محافظة درعة مساء الخير أهلا بك معنا سيد علي هل يمكن أن نعرف تفاصيل إضافية عما حدث في هذا المؤتمر أهم خلص إليه وعلى الأرض سيكون عمليا تطبيقه حياكم الله الله أعطيكم الآفية أهلا وسهلا ضمن النشاطات والفعاليات الثورية التي يقوم بها مجلس محافظة درعة الحرة دعا الهيئات والفعاليات الثورية في حوران ورؤساء مجلس المجالس المحلية في حوران وعضاء مجلس المحافظة في درعة ورئيس سيد رئيس غرفة التجارة الدرعة والسيد محافظة القنيطرة كضيف للقاء على سكايب مع الدكتور رياض حجاب وقد استعرض الدكتور رياض حجاب التطورات الميدانية والتطورات المستمرة على الصعيدين الدولي والعالمي والعربي وقد أكد الدكتور حجاب أن الحرب لا تضع أوزارها إلا بسقوط نظام بشار الأسد وأن نظام بشار الأسد لا دور له نهائيا في المرحلة الانتقالية وأكد أن الضغوط السياسية التي تعرضت لها الهيئة العليا للمفاوضات كانت كثيرة ومن قبل دول عدة ولكنهم صمدوا أمام هذه الضغوطات ولم يتنازلوا عن حق الشعب أبدا على مدار السنتين لإنشاء الهيئة العليا للمفاوضات كيف يتم الحديث أو التعامل خلال المؤتمر عذرني سيد علي مع موضوع الخروقات الكثيرة التي تحدثتم عنها وأنه لا ضامن للاتفاق حتى اللحظة طبعا هذا ما قاله حجاب هل من تعامل جديد استراتيجية جديدة بتعامل مع هذا الموضوع نحن كمجلس محافظة إلى الآن لم يأتنا أي شيء رسمي أو مكتوب فيما يخص موضوع الهدنة يعني إلى الآن الهدنة مبهمة ونتساءل ونسأل السيدة رياض حجاب وأعضاء الهيئة وأعضاء وفد التفاوض الدكتور نصر وغيرهم لا من جواب ما أبدا أحنا لا حد الآن ما في جواب والنظام مستمر في خروقاته وعدد الخروقات تجاوزت الحدود المعقولة باستثناء الطيران والخروقات التي بالغوطة معروفة لدى الجميع لا يوجد أي ضامن ما في حد ضامن صحيح هذا أنتم ما قلتموه بعذرني أنا قلت سيد رياض حجاب مجلس درعه هو الذي أعلن هذا طيب سيد علي ماذا يعني هذا المؤتمر الآن إذا لم نتحدث عن لم نكن نتحدث عن شيء على الأرض أو سراتيجيات جديدة إلى أي درجة له رمزية معينة في هذا التوقيت بالتحديد اجتماع المجالس المحلية في حوران كاملة أكثر من 116 مجلس كان بحد ذاته هدف بحد ذاته إنجاز في هذه الظروف الصعبة والطرق وعورة الطرق بالنسبة لسادة أعضاء سادة رؤساء المجالس المحلية فكان بحد ذاته إنجاز وتبادلنا الخبرات والتنسيق واتفقنا على التنسيق الدائم بين مجلس المحافظة وأعضاء ورؤساء المجالس المحلية وضرورة الاجتماعات الدورية لإعداد العدة للمرحلة المستقبلية أنا أشكرك جزيلاً والتنسيق الدائم مع الداخل مع ثوار الداخل والأخوة في الهيئة العلية المفاوضات أنا أشكرك جزيلاً على هذه المشاركة معنا من ريف درعا المحامي علي الصلخضي رئيس مجلس محافظة درعا شكراً جزيلاً لك ترجمة نانسي قنقر